ينبغي لك أيها الرجل العاقل المؤمن التقي أنك إذا كان صخط على زوجتك إحدى الخصال فتنظر في الخصال الإيجابية الموجودة فيها إن كره منها خلق رضي منها آخر وكل الرجال يقررون بهذا كل رجل لو سألته وليس في زوجك إيجابيات يقول بلى والله إنها تاج رأسي يكفي أنها تربي صغاري وتحفظ بيتي وتحملتني وأنا دائما وأنا مشغول خارج بيتي ومع ذلك قامت هذه ليست إيجابيات حتى في إحدى طرف لطيفة بلغتني الرجل يقولون كان جائلا إلى بيتي يرجع من العمل فوجدت دنيا الصورة الخارجية الذي عند البيت شيئا ملقا والحديقة في داخل البيت داخل الفلة مبعثرة ودخل البيت ويجد الأولاد ملابسهم متصخة وكل شيء مبعثر وإلى آخره وجد البيت في حال والأولاد يعني يلعبون ويمرحون ولا ملابسهم تسر ولا حركاتهم تسر وكسروا كل شيء حولهم ودخل وصعد وهو في فزع خايف على زوجته يقول أين هي وجاء إليها وهي مستلقية على السرير مادة الرجلية تقرأ في كتاب وتقول له مساء الخير يوما سعيدا قال لها مساء الخير ماذا بك؟ قالت أبدا يعني أنا كنت أسمعك كثيرا ما تقول ليس لك أي دور في البيت أنت ماذا تصنعين في البيت أنت ما دورك في أبيا والآن أريد أن أردت أن أثبت لك ما هو دوري حينما انسحبت ظهر فاضلي وظهر الأثر الذي أصنعه والذي لا تراه بسبب أنه متكرر عندك يوميا